موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نصل إلى رضوان الله عز وجل والوصول إلى رضوان الله هو غاية كل نفس سوية كل نفس سوية كل إنسان مؤمن كل قلب عامر بمعرفة الله ومحبته والإيمان به غايته أمله أمنيته أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى عندما يصل الإنسان إلى رضوان الله كل شيء بعد ذلك يهون وكل شيء بعد ذلك قليل وصغير أن تصل إلى رضوان الله أن تصل إلى جنة الله هذا أعظم هذا أعظم ما يمكن أن يتمناه المرء ما يمكن أن يتمناه الإنسان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الحقيقي هو في دخول الجنة لكن ما هو مفتاح دخول الجنة كيف نصل إلى هذه الدرجة الرفيع العالية السامية عند الله سبحانه وتعالى يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما لنا كيف ندخل الجنة معطيا لنا مفتاحا من مفاتيح الجنة أو ربما هو المفتاح الأهم والأبرز لدخول الجنة ثم بعد ذلك التفاضل في الدرجات بحسب الأعمال وقوة الإيمان ومدى القرب من الله سبحانه وتعالى لكن المفتاح الأساس اللي بدونه لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم أن يعرفنا عليه ماذا يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع يقول لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا الإيمان بمعناه الواسع بمعناه الحقيقي المباشر بمعناه الصلب الإيمان الذي يريده الله من الناس ذلك الإيمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً مبيناً أركانه له أركان وله فروع أركان الإيمان التي بدونها لا يلج الإنسان إلى بهو الإيمان الواسع هي تلك التي قال عنها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله هذه الأركان القواعد الأسس التي يقوم عليها مسمى الإيمان من اختل عنده شيء من هذا فقد اختل عنده الإيمان الإيمان بالله مربوط معا الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر الإيمان بأركانه كاملة بكامل أركان الإيمان هذا الإيمان هو سر دخول الجنة هو مفتاح دخول الجنة هو بداية التواجد في أهل الجنة ثم بعد ذلك كما قلنا التفاضل في الدرجات بحسب التفاضل في الأعمال وقوة الإيمان لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله ربا حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل إخوانه النبيين والمرسلين حتى تؤمنوا بالملائكة حتى تؤمنوا بالغيب حتى تؤمنوا بالجنة والنار واليوم الآخر حتى تؤمنوا بالكتب السماوية التي أنزلت على أنبياء الله وخاتمها القرآن الكريم بدون هذا الإيمان ليس هناك جنة لذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا لكي تدخلوا الجنة هاكم المفتاح هاكم الدليل هاكم الباب الذي تلجون منه إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لكن بعد هيك الإيمان له فروع له مكملات له لوازم لا بد أن تلحق به لوازم سلوكية لأنه تعمل القرآن الكريم ستجد أن الإيمان دائما مقترن بالسلوك مقترن بالعمل إيمان بلا عمل كالشجرة بلا أوراق وبلا أزهار وبالتالي بلا ثمار شجرة صماء جوفاء الإيمان له لوازم له متطلبات سلوكية عملية من هذه المتطلبات المهمة التي لا يكمل معنى الإيمان بدونها ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولن تؤمنوا حتى تحاب ولن تؤمنوا حتى تحاب لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاب حتى يكون بينكم الحب والود والتعاون والتكامل والتواصل أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه وأن يحب أخاه كما يحب نفسه أن يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه هذا من متطلبات ومن لوازم ومن توابع الإيمان التي لا يكمل معنى الإيمان بدونها لن تؤمنوا حتى تحابوا حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله أن تحب أخاك لأجل الله تحبه لدينه تحبه لعقيدته تحبه لسلوكه النظيف ولا لماله ولا لجاهه ولا لموقعه ولا لمنصبه ولا لمصلحة عنده وإنما المحبة في الله المحبة من أجل الله المحبة على قعدة القيم التي أرسى معانيها منهج الله سبحانه وتعالى وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَحَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كيف يُحِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا قال صلى الله عليه وسلم أَفْشُ السَّلَامَ بَعْضًا أَفْشُ السَّلَامُ لا يقتصر إفشاء السلام على رد السلام أن تقول لأخيك أو لجارك السلام عليكم هذا أمر مهم أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف في المجتمع الذي تعيش فيه وإنما تأمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام أن تجعله يفشو ينتشر يعم على مستوى العلاقات على مستوى المشاعر على مستوى الأحاسيس على مستوى الوجدانيات أن يكون الأساس في الرابطة الاجتماعية بينك وبين شركائك في المجتمع أقاربك وأرحامك وجيرانك أن يكون الأساس في هذه الرابطة هو علاقة السلام وإفشاء السلام وبذل السلام وتحقيق السلام الاجتماعي ما يسمى اليوم في عرفنا السلم الاجتماعي السلم الذي يؤدم العلاقة ويقوّل علاقة ويحفظ العلاقة بين شركاء المجتمع الواحد إفشاء السلام بذل السلام تحقيق الأمن للذات وللآخرين السعي والمشاركة والتعاون مع شركاء المجتمع في تحقيق الأمن تحقيق السلام الاجتماعي هو مرقاة للوصول إلى المحبة عندما تشعر بأن أخاك يعطيك السلام ويعطيك الأمن ويعطيك الخير ويريد ويحب لك الخير في هذه الحالة سوف تحبه وهو عندما يشعر نفس الشعور سوف يحبك وبهذا تتأسس علاقة الحب والود بين شركاء المجتمع فيؤمنوا أو يكملوا إيمانهم على قاعدة أركان الإيمان الستة التي تكلمنا عنها وهذا هو مفتاح دخول الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر